السلام عليكم ورحبا بكم مرة أخرى في القناة دهري الدائم للهام شناير الجسبر إن شاء الله ستكونوا بخير على خير ستكونوا فرحانين ستكون الأمور دي لكم إن شاء الله مزيانة وبتمام عن جميع السيدات عن جميع الحبيبات عن جميع المتتبعات الغزالات الوفيات على القناة الوصفة دي اليوم حبيباتي ستكون وصفة سحرية ولا أرواع بخصوص علاج السمنة أو علاج الدهون المتراكمة في منطقة البطن هنأمل لكم مصفة فعلة تركها غاديتنا العديد والإعجاب دي الأخوات والحبيبات ديالي غا تكون بمكوينة زوينة وصفة اليوم الديدة وغزالة الكبار والصغار والنساء والرجال أيضا تمنى تعجبكم قبل حبيبتي ما مشون تعرفوا المكونات المصفة بغيت نرحب بكم واحدة وحدة ونقول لكم مرحبا بكم و ألف مرحبا إلا كنتوا أول مرة كتزوروني وكتشاهدوا القناة وكتشوفوها ما تنسوش الضغط على زل الاشتراك أيضا تفعلوا زل الجرس تخلوا لنا التعليقات الإقتراحات للإستفسارات ديالكم وكل ما يتعلق بكم في كومنتر مرحبا بكم ومرحبا بالجميع ونمشو على بركة الله باش نتعرفوا على مكونات هذه الوصفة طريقة تحضيرها واستخدامها واستعمالها كذلك ففي المكونات سنحتاج إلى كمية من الحامض يعني ستحتاج معي كمية ديال الحامض ستحتاج معي كمية ديال القهوة أو سريعة الدوابان أو للقهوة حبيبات أي ماركة عندك ديال القهوة استخدميها ستحتاج معي واحد العشباء أول مرة على ما اعتقد سنستخدمها لكم في هذا الفيديو هي القزبورة القزبورة يا البنات وما أدرك ما القزبورة استخدمت لكم الحمد لله في حدة وصفات للشاعر البزاف ديال الأمر ولكن اليوم غادي نعملوها لتخصيص نعملوها لتخصيص باش ننقصو يعني الدهون وهد المكوين حتى اللده ديالو أنا بعدتي يعجبني أنا بعدتي يجيني يبني الحمد لله ما كانت استخدموها كده في المرقاف طويجين الزوج ديالي صراحة كتعجبوا الماكلة بالقزبر وحتى انتم ما قولوا لنا واش هاد المكوين كانت تتخدموها لتخصيص لأول مره غتجربوا معايا الوصفة وقلنا الاسماء ديالو في الدول العربية باش نستفدو جميعا ان شاء الله فكما قلنا غتحتاجي ميوحدة نصحام دات قطعا قطعا صغيرة القهوة كمية ديال القزبر حبوب ممكن تستخدمي القزبر هكدا بودر المهم على حسب الرغبة ديالك غتحتاجي معايا ان شاء الله القرفة اولا الدارسين بودر وغتحتاجي معايا القرفة البلدية ماشي الرومية دائما التوابيل خودوا البلديين باش هكدا تستخدموهم هكدا في الشيوات واجناس مريقة وتعرفي شنو كتاكلي وحتى في الوصفات الطبيعية تخصيص العلاج عدة مشاكيل و عدة امراض تعرفي شنو كتا تستخدمي ايضا و ديما هكدا التوابيل خودوهم من يتمشي عند العطار من يتمشي عند العشاب يقول ليعطيك الكوركم متلا يعبرولك ويطحنوا قدامك عد جيبي تجيبي هكدا غزال كتكون فيه ديك اللبنة و ديك اللدية للكوركم اما لاجبتيه بودر راه صراحة ما نقولش لكم هذا كوركم يقدر ما يكونش كوركم نهائيا مخلطين نوم عشانو ديرين فيه هاد الشي ما تنقصدش به العشابة كاملين وتنقصدش به العطارة مع احترامي ليهم اكيد فالله يصر الامور لكل واحد غير هو هاد المسألة اخدوها بعيد الاعتبار حبيباتي وعزيزتي هاد القدية تنعملها انا كتعملها الام و كتعملها الجدد فالله كانت هي الاولى و بعد الام و بعد انا يا صراحة فهذا المسألة وراتية عندنا في العائلة ضروري ما ناخدو هكدا المكونات معد اقرب و نشوفهم حتى يتطحنوا بش هكدا نجيبو حاجة مليحة حاجة ممتازة و بنفس ثمن يعني ماشي غيزيد عليك تمرت يكون نفس ثمن ديال كوركم ديال بودر كما غتاخده انتي و غتطحنه عنده فهاد شي اللي كان حبيبتي قلنا القهوة قلنا الحامض قلنا القصبر حبوب قلنا القرفة بودر و القرفة انا ستخدم معكم اليوم في هذا الفيديو حتى القرفة حتى يزوينك تعجبني انا التخصيص والديدة حتى الوليدات ديالكم إذا شربوا لكم هاد المشروب غادي يعجبهم ان شاء الله وهدو هما كل المكونات وكل عناصر اللي غنحتاجوا في هذه الوصفة طريقة تحضير حتى هي بسيطة 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 للغاية هتحتاج معي ان شاء الله واحد واحد الكاثرول اضافي فيها جميع هاد المكونات و جميع هاد العناسر اخدي معي كميه ديالك كميه ديالك كميه ديالك بزيف ديال السيدات كي يخليوا ليفلي كومنتيغ الزوج ديالي عندو حساسية من القرفة الزوج ديالي عندو مشكل مع القرفة و كيد لاحسل العوان جميع الناس اللي عندهم امراض صحية و عندهم مشاكل فإلى عندك مشكل من القرفة حاولو ما تتخدموهاش أو لا تعودوها بمكوين آخر أو تستشروا الطبيب على استخدامكم للقرفة في وصفات التخصيص كان هادر مع الناس اللي عندو مشاكل كبيرة كبيرة جدا بخصوص القرفة هذه المسألة انا ذكرتها لانو تكرر راتش حال من مرة وايضا دخلوا عندي بزيف ديال السيدات الخاص احترامي لكم حبيباتي هذه المسألة دايما اخذها بالاعتبار إلا عندكم مشكل من واحد النوعية ديال هكذا التوابل حاول ما تستخدميهاش ايفيطيها قاع باش هكذا تكوني هانية غادي نستخدم معاكم هنا يوحد المعلقة ديال القهوة و غادي ناخدوكي من يديال الحامض و غادي نضيفي كمية ديال الماء تخلطي كل شيء تغلي العناسر المدة ديال 10 دقائق او 5 دقائق و من بعد هاي الوصفة موجودة بصحتنا و رحتنا البنات هاي وصفة واجدة باقل موجود باقل تكلوفة لدي دا و بنينة ما استخدمش لكم سكنجبير تحت طالب واحد الفئات باقل موجودة نحن باش نكونوا مفاهمين على نقطة سكنجبير متبة الفعالية بخصوص التخصيص بغينا ولا ما بغيناش هاي المسألة الحمد لله كاينة و موجودة ولكن نوعا ما نبدلو في المكوينات و نبعدوا شوية على السكنجبير او لا على الزنجبين و استخدموا مكوينات اخرى او ثانوية ما فيها بس و ما كن حتى شي مشكل بخصوص هاي المسألة هاي المهم نغلو المكوينات و هم بعد رجعوه و انتم حبيباتي بعد ما كنضيفو ديك الكسرول دياله فوق النار و هي باقي ما تبخاتش يالله في طور طوخة ديالها واحد ريحي لبنات ديال القرفة اشكون فيكم اللي كاسعشق القرفة و معدها معاها حتى شي مشكل انا متنظرش على الناس اللي عندهم مشاكي اللي يحس العوان على كل واحد والله يجيب شفاء ان شاء الله لكل شخص ياربدي فاتنظر مع الناس اللي كاتعجبهم القرفة و يعزيز عليهم انا من العساق دياله صراحة بنينة و الديدة و خصوصا فاش كاتستخدمها كده يا العويدات ديال القرفة تزيدوا بنينة الوصفة و يزيدوا اللي ضدها فما تحتاجوش قاع تضيفو اللي عسلني نهائيا ما تضيفوش تحلية بحدة هالوصفارها حلوه وبنينة و الديدة غير جربوها و ردو علي في كومنته اكيد حبيبتي كنتظركم و كنتظر دوك تعليقات زوينة 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 بزاف اللي كتزيد تحفزني على المزيد من الاشياء الايجابية و المزيد من الاشياء اللي كتزيد تعتيني شو حنا رائعة للغاية نيه ما حبيباتي الوصفة سبعة جاهزة نضيف النار و نضيف النار و نضيف المحلول يبرد قليلا هذا هو الشكل النهائي للوصفة بسم الله و على بركة الله نضيف المحلول عشاق القهوة يستخدموا لي هاد الوصفة سواء كنتوا نساء او رجال هذا هو اللون وهذا هو الشكل النهائي بصحكم و رحتكم حبيباتي فده بع الناس اللي ستقول لي وش نضيفه و لعسل أنا كان قل صراحة بلا ما تضيفه ولكن المسألة أنا ما نقدرش نحكم فيها في الأول و في الأخير كتبقى مسألة ضوقية و مسألة شخصية و اختيارية لكل شخص كيف تضل الأشياء اللي كيبغي و كيتناسبه فممكن تضيفه العسل كيف ممكن ما تضيفه شا هو ديالك انتي والخاطر ديالك الوصفة باش نكون صراحة معكم الديدة لاننا نجرب ساعة شاركتها معكم الحمد لله بنينة و الديدة حلوة ديك الحلوة الطبيعية دياله مش فوق القياس و مش ناقصة طبيعية عادية و لكن الناس اللي كيبغي هكذا دائما ديك الزيادة ديال السكر فممكن تضيفه مع القادية العسل مع احترامي لجميع الناس سنقول بلهم تضيفوا العسل و انتم المهم تبقى لكم الرأي الأول والآخر فكانت ديالوصفة و كما قلت لكم سرحة لأطفالكم صغر او لوليداتكم صغر خصوصا الوليدات اللي تبغيوا القهوة تحشقوا القهوة تبقوها لهم مثلا إلا عندك ابنية او لوليد حاول تحيي ديك القهوة نشرب هذا اللي بنا ستخذكم الدوم عليه يعني على الأقل مدة ما بين ثلث يام حتى الأسبوع يعني من ثلث يام المدة ديال سبعة ديالأيام ولكن تخذي كوب في اليوم كوب واحد فقط كافي مشي جوج ديال يعني الكووس ولا هذا يكوب واحد في اليوم لمدة ثلث يام حتى السبع أيام و انتي كت دومي عليها ولكن الأيام تكون المدة تالية ماشي نهار او بتغيبي على أسبوع هالمسألة الأغلبية كيديروها ولكن ما نصحكمش بها انه ما كتنجحش لكم الوصفة ديالكم فهد شي اللي غنقول لكم شكرا شكرا لكم وهد شي اللي كان ديالوصفة دياليومة اي تساؤل اي اقتراح اي حاجة ما وضحاتش ما بانش خليوها لنا في كومنتر ان شاء الله انا اكيد غن نجربها واكيد غادي نجاوبكم كاملين وكاملات على اقتراحتكم وتساؤلاتكم واستفسارتكم ما تنسونيش من لايكات 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 حاولوا توصول على ديالفيديو العدد كبير من لايكات شوفكم فيديو ماجي ان شاء الله السلام عليكم اشتركوا في القناة